أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذن تعجب فعجبوا قولهم إذا كنا طرابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغنال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسنئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاء وإن ربك لثو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا منزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قبل من هاد الله يعلم ما تحمل كل منزل وما تغيب الأرحام وما تستاد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من مسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وساربه بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقضن حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقضن سوءا فلا نردنا وما لهم من دونه من موال هو الذي يريكون البقى خوفا وطمعا وينشئ السحابة اتقال ويسفح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعب فانسيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسق كفين المال يبلغ فاه وما هو ببارغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله أسجد من في السماة والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالقدوم والآصال قل من رب السماة والأرض قل الله قل أفتغتم من دونه أوليان لا يملكون لأنفسهم نفعا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضررا قل هل يستوي الأعمال البصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله سوكاء خلقوك خلقه فتشابه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القفار أنزل من السماء فسألت أودية بقبلها فاحتمل السيد سبدا ربيا ومما يوقدون عليه في النار بتراحية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله لحق الباطل فإن نزلت فيذهب جفاء وأنا لا ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله كذلك يضرب الله كذلك يضرب الله كذلك يضرب الله نظرب الله جمال وينقضون المثاق والذين يصلون ما أذر الله به أن يوصل ويحشن ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدوا اهتراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعاليا ويدرعون بالحسنة السينة أولئك لهم عقب الدار جنات عدنية خلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب زلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميزاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرعوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من آبائهم الذين آمنوا وتغمين قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تغمين القلوب الذين آمنوا وعنوا الصالحات طوبى لهم ورسل ملاده كذلك أرسلناك في أمة قلخلت من قبلها أمم لتتنو عليهم الذي يرحينا إليك وهم يغفرون وهم يغفرون بالرحمن قل هو ربي لا أنا من الله وعليه تركلت وإليه متاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر